نفت وزارة الرأي ما تردد بشأن حقيقة المساس بحصة مصر من مياه النيل على هامش مفاوضات سد النهضة الجارية حاليا وأكدت الوزارة أنه لا صحة لشائعات تناقص حصة مصر من مياه النيل الأزرق مشيرة إلى أن نيل الأزرق يمثل أحد روافد هضبطي الحبشة والبحيرات وهو رافد من أربعة روافد رئيسية تغذي نهر النيل وقالت الوزارة أن بعض وسائل الإعلام المغرضة تناولت معلومات مغلوطة عن تناقص حصة مصر من المياه من أربعين مليار متر إلى خمسة وثلاثين مليار متر مكعب أستاذ مصباح نعود مرة أخرى لحرب الشائعات من جانب ربما الإعلام المعادي للدولة المصرية وخاصة فيما يتعلق بملف سد النهضة الذي يشهد حاليا مفاوضات مهمة من أيضا فيها عدد من الأطراف الدولية كيف تقرأ إذن هذه الحرب؟ هو أولا يعني إيه أنا لازم مبقى فاهمين أنه الإعلام المعادي ده مش حاجة كده بيعمل خبطة وبتعدي يعني فيه دول يمكن عجبني النهاردة حد الأمين العام للجمع العربية يعني كان بيتكلم على الأخطار اللي بتمثلها كله من إيران وتركيا وقطر على المنطقة العربية بدرجات وبأشكال مختلفة فأصده اللي حنلاقي في مثل هذه الدوائر يعني إيه كل شوية يفتأ لك حاجة عفوا باللغة اللي إحنا بنستخدمها في الشاعر في مصر وعشان الناس تفهم الميكانيزمات أو الآليات اللي بيتم بفيها إنتاج مثل هذه الشاعات لازم نعرف أن فيه مطابق متخصصة داخل الدول التي تستهدف يعني المشروع المصري أو الدول المصري في المنطقة كل يوم الصبح بتقول بعد ما تدرس حاجات مختلفة أو بتاخد فيدباك وتغذية جاية لها من حتى ناس من داخل مصر للأسف بتبعث لها فيديوهات صور كلام ومن مصادر مختلفة المعلومات وقول لك طيب إيه اللي عاكن بيه بقى على الدولة المصرية دي ووجع دماغ الشعب بتاعها أو أحاول أتويهه أو لأخبطه وبيختاروا بقى من بين أضايا مختلفة كل يوم الصبح إيه اللي حيعملوه في هذا اليوم وبيرشوا ده على وسائل الإعلام كل واحد بنفس بقى بطريته اللي هم بيشترينها أو بيصنعوه صد النقضة طبعا يصلح موضوع طبعا لإطلاق الشعاعات حواليه لأنه كل مصري مهتم بهذا الشأن مساءات حياة أو موت يعني مش عايزة كلام لكن ربما يكونوا اتكذوا لفكرة أنه في المفاوضات بيطرح التفاوض أو لا إحنا مصر متمسكة بأن إحنا ناخد 40 مليار متى مكعب من الفيضان في معامل السد يعني والإسيوبيين بيقولوا لا ننزلهم شوية وكذا لكن ده لسه محل تفاوض ولم يتم الاتفاق بشكل نهائي بعد بين الأطراف على هذا الموضوع